مستوى مميز جداً خلال مسيرتهم أنا برحب بيكم شرفانا كابتن نور شرفنا كابتن عمر منورين عاملين ايه؟ الحمد لله لسه جام التمرين من ساعتين ثلاثة والله أربع ساعتين أنت للأسف يا عمر للك تجربة الاحتراف دي ما خلتكش يعني تدخل من ضمن منتخب مصر اللي كان بيشارك في البطولة العالمية اللي كانت مقامة هنا على أرضنا صح؟ عايزك تحكي للتجربة دي تمام أنا كنت مفروض محترفة في رومانيا بعد كده رجعت من يعني مشيت في انتقلاتي أناية الروح للسد القطري بعد كده حصل أزمة الكورونا فعندنا حوالي ست شهور دينيا وقفة خالص فمنهم أربع شهور وقت الكورنتين فأنا كنت قاعد في قطرة كانت الدينيا مقفولة خالص ما فيش أي فرصة الواحد يعمل أي كاملين أو أي حاجة كان الموضوع صعب أن أنا جابت فرجعت منها على المنتخب بقى على طول جمعت مع طائمات المنتخب اللي كانت في الأول في شهر 8 أو 9 أو 10 بعد كده بقى مكاملت وشهور أحسن فورماليا ساعتها فرحمه لله أني محصلش نصيب فما شاركتش ما شاركتش بعد كده بقى في البطولة نور أنا أنا مستغربة أنت أصلا من بيت يعني ممتك ما شاء الله كانت حارس مرمى لنفس اللعب لكرة اليد سيدات أنا باستغرب جدا من فكرة أنت النهاردة كان عندك منتخب للسيدات لكرة اليد كبير جدا الكلام ده مثلا من سنين من 2012 النهاردة المنتخب السيدات لبكرة اليد مش موجود فأنتي كنتي بتقولي لي تحتلاوة أن ده كان من أحد أسباب اعتزالك اللعب بالضبط هو برضوش أن المعلومات تبقى مظبوطة ما فيش منتخب أول ما فيش منتخب أول للسيدات بالضبط للسيدات فيه منتخب ناشئات وشبت نيجي عند مرحلة الدرجة الأولى لا المنتخب ما بقاش موجود يعني آخر مشاركة لنا كانت في 2012 في بطولة أفريقيا في المغرب كنت فيها؟ آه كنت فيها تمام و2010 قبلها بسنتين كانت في مصر هنا حلوة من بعد كده ملناش أي مشاركات مع المنتخب الأول خالص كسيدات ما فيش الاهتمام ما فيش دعم كافي الاتحاد مؤخرا بقى يعني ممكن نقول آخر أربع أو خمس سنين بدأوا يهتموا أكتر بالشبات والنشآت بس برضو محالة المهمة اللي هي اللي هي المنتخب الأول مش موجودة تمفيل مصر تمفيل اسم مصر ده مش موجود دلوقت مش موجود دلوقت يعني اللعبة طبعا موجودة في النوادي كلها مش موجود أهل بس بخلص ما بقاش موجود يعني أنا يعني أحلى تموح أو أحلى حاجة اللعبة يقدر يحققها في كاريرو هو يمثل مصر يعني يعني إحنا لما بنمثل مصر في أفراقيا أو بنشارك في أي مباراة دولية والنشيد الوطني كده يشتغل والواحد يعني الإحساس ده ما حدش بي يعني ده هدف بالنسبة للمشاركة مثلا في المحافل الدولية من ساعت طبعا الفترة لأنك أنت بتتكلم عليها دي ما فيش منتخب أول وده طبعا أحد أهم الأسباب بأن أنا يعني خلاص شايفة أن فيه تموح بالنسبة لي موجود أن أنا أكمل أصل عشان كده أخدتي قرار الاعتزال أو بالضبط يعني ده أحد أهم الأسباب برضو للناس كتيرا ما تعرفوش إن عمر ونور ومحمد يعني مامتهم كانت حرس مرمى للعبة كرة اليد ده بقى يعني السؤال التقليدي أنتوا بقى طبعا نشأتوا في بيت كانت مامتكم فيه أصلا بتلعب اللعبة وخالنا كمان وخالكم كمان كابتن أحمد جابر آه آه ما شاء الله كان هو كابتن فرينة دي الأهلي برضو ومنتخب مصر ده طبيعي اللي حببكو في اللعبة ولا أنتوا بقى يعني خلاص يعني ما هو عمدا اوتوماتك للموضوع كده يعني بيمشي هو الهندبول في مصر كانت من أول فترة أول التسعينات إحنا مصر خدت كاس عالم شباب تاتوا تسعين في مصر كاتبتورة في مصر ساعتها الهندبول اشتارت قوي والناس كلها حبت اللعبة بتتفرج عليها إحنا حتى في البيت كنا بنقعد نشجع عن منتخب أحمد صغيرين وبنقعد نقط كان قلت حركة اللعبة هما بيشوتوا علشان يعني مبسطين قوي باللاعبة البيت كانت ملعب يعني ساعات تسطلنا حاجاته اه يعني في بازات طارت في حاجات كتير بس فكات أصلا يعني احنا قريدي تشديننا لللاعبة من خلال المنتخب ساعتها بتاعها تسعين وبعد كده في مصر كاس عالم تسعين عملوا سابع العالم كاتبتورة في مصر فإحنا كنا حابين اللعبة وبنشجع عن منتخب بلس انه والدتي وخالي الاثنين في النادي بالزبط ده سبب طبعا بس أنا كنت بدأ بسكت لان احنا يعني كلنا كنا بدقين بسكت نحنا طوال من احنا صغيرين انا جربت بسكت بسكت بس ما عجبتنيش يعني والله اه لا انا كت يعني انا كتعجباني البسكت بس شافوني كانت يعني بالصدفة وقت لما بدأت كانت خمس سنين كانوا بكوينوا فريق الهنبول بنات وشافوني وشافوا وماما في الملعب قالوا لها يعني بالصدفة المدربة كانت دكتور هالا زكي كانت زميلة والدتي ازاي تبق انت لعبت هنبول وبنتك بتلعب بسكت تعالي تعالي فريق الهنبول اه يعني انت اصلا ما خدتش اللعبة حبا في يعني حبيتها طبعا لا حبيتها طبعا لا ماشي بس اتي ما بدأتش زي يا ممتك يعني على خطة ولا انت لا 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 انا بالنسبال انا كنت حبيب اصلا كالهنبول حتى جربت البسكت ما عجبتنيش فقلت له ما عايز ارجع تاني هنبول اه واكد برضو هتورسولي ولكن متأكدة يعني متأكدة متأكدة